مساء الخير مرحبا حبيت في عجالة وفي هذا الفيديو القصير أن أعلق عن ما يتداول في هذا اليوم في مختلف وسائل في بعض وسائل الإعلام وبعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تنقل المنتخب المغربي أقل من 17 سنة للمشاركة في بطولة كاسو من أفريقيا أقل من 17 سنة المقررة في الزائر ابتداء من هذا السبت قرأت وسمعت بأن هناك موافقة جزائرية على السماح للمنتخب المغربي بدخول الجزائر عبر رحلة مباشرة من الرباط إلى الجزائر أولا لم يكن هناك أبدا رفض جزائري على دخول المنتخب المغربي أو غيره في رحلة مباشرة من المغرب إلى الجزائر أبدا لم يكن هناك رفض الرفض الوحيد هو لعبور طيران المغربي الأجواء الجزائرية بسبب قرار سيادي اتخذته اللزائر بغلغ الحدود من زمان وقطع العلاقات الدولوماسية ثم غلق الفضاء الجوي وهذا قرار سيادي من حق اللزائر كما هو من حق المغرب وكما هو أيضا من حق أي بلد آخر مهما كانت الأسباب قرار سمعت بأنه فيه موافقة جزائرية على دخول المنتخب المغربي موافقة جزائرية موجودة من زمان عمرها وما رفضت الجزائر دخول الوفد مغربي مباشرة من الرباط إلى الجزائر ولكن نرافض دخول أي وفد عن طريق الطيران المغربي لذلك تدخلت الفيفا والتدخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بطلبين طبعا من المغرب الذي كان طالب الاتحاد الإفريقي بالتدخل وطالب حتى الفيفا بالتدخل الفيفا والكاف أكدوا للطرف المغربي بأنهم ليس لهم أي سلطة على الجزائر لتغيير قرارهم لأن القرار ليس رياضي القرار هو سياسي ولأنه لا يمس بدفتر شروط الخاص بتنظيم الإحداث الرياضية لأنه البلد المنظم يشترط عليه أن يضمن النقل الداخلي أما من أين تأتي وبأي شكل تأتي فهذا أمر آخر لا علاقة له بالجزائر ولا تتدخل فيه الجزائر فاتصالات الجامعة الملكية المغربية بالفيفا والكونفيدرالي بالفريقية لكرة القدم وإصرارها على المشاركة جعل الفيفا والكاف يقترحان على المغرب رحلة مباشرة ولكن عبر طيران أجنبي ووصلوا إلى درجة أن الفيفا قالتهم أنا نخصص لكم طائرة تنقلكم من المغرب إلى الجزائر ولكن هذه الطائرة لا تحملوا ليست تابعة لطيران الملكي المغربي تحمل أي إشارة ممكن تكون تابعة للفيفا أو ممكن تؤجرها الكاف من مؤسسة أخرى أجنبية لبلد آخر فالمغرب لحد الآن يتردد ويسر ويريد أن يدخل عبر طيران الملكي المغربي في وقت دخل من قبل قوة المسلحة الملكية المغربية وشارك الوفد المغربي في علاعب البحر العبيض المتوسط ودخل الوداد إلى الجزائر ولعب أمام فريق شبيبة القبائل من قبل عن طريق رحلة غير مباشرة عبر تونس إلى الجزائر فهذا الكلام الذي يثار في مختلف وسائط التواصل الاجتماعي ليس صحيحا تماما الجزائر اتخذت قرارها من زمان وليس هناك أي تواصل معها الآن لأن رسالتها واضحة ولم يتم التراجع علىها وفاهمت الفيفا والكاف بأن الجزائر لا يمكنها أن تتراجع عن موقفها الذي يبقى ثابتا ولكنها ذهبت إلى حد اقتراح طائرة جزائرية لنقل الوفد المغربي يعني تروح طائرة جزائرية من الجزائر تنقل المنتخب وتأتي به إلى اللزائر ثم تعيده إلى المغرب عبر رحلة مباشرة عادي جدا لأنه طيران جزائري الجانب المغربي طبعا رفض هذا وهذا من حقه طبعا أن يرفض ذلك لأنه يسر على الدخول إلى اللزائر عبر الخطوط الملكية المغربية طبعا هذا هو الصح لحد الآن ومرة أخرى منحبا بالمنتخب المغربي في اللزائر ولكن عبر أي طيران آخر في العالم طبعا من دول صديقة وعند علاقات مع اللزائر وليس من دولة أخرى تعرفونها كلكم مرحبا به سيجد في اللزائر كل الظروف مهيئة وكل الترحاب من إخوانه في اللزائر لأنهم أولاد صغر عمرهم 17 سنة أقل من 17 سنة سيكونون أولادنا وسنضحهم فوق رؤوسنا ونرحب بهم ونكبر بهم ونشجعهم ونتمنى لهم كل الخير لما لا يصلوا للمباراة النهائية مع المنتخب الزائري ونحضر عرس كوراوي إفريقي جزائري المنتخبان يتأهلان إلى نهايات كأس العالم الخاصة بالشبان أقل من 17 سنة هذا هو أرية الأمور الحاصلة لحد الساعة الزائر بعيدة تماما عن أي تفاوض لأن قرارها اتخذته من زمن سلام